اشتركوا في القناة لسا مكملين معاك ومعانا النهاردة فقرة يعني نفس الفقرة دي ما تكونش فقرة يعني نبص لها بمنظور داية لا نعممها على حياتنا بشكل معانا بشكل عام معايا النهاردة ايدين اليد الاولانية ايد بتحارب واد بتقاوم واد عندها ارادة وقوة انها تتصدى للعدو اللي هاجمها ومعانا اليد التانية اللي بتساعد اليد الاولانية وبتقول لها انا معاكي وبحارب معاكي واشنة في ادينا في ايد بعض نقدر ان احنا نتغلب على اي عدو معايا ضيوفي النهاردة معايا مها نور محاربة مرض السرطان ومعايا نانسي نهال محسن كمان يعني الايد اللي اتبرعت بشعرها علشان خاطر مها برحب بضيوفي معايا نهال محسن ومعايا كمان مها نور محاربة مرض السرطان برحب بيكم اهلا بحارب انا كنت حب ان انا ابدأ معاكو المقدمة بان انتو اتنين ايد يعني هو ده اللي احنا عايزينه يتعمم على كل حياتنا بقى مش مجرد مرض السرطان مرض السرطان عدو بيهاجم زي زي اي عدو في ايد بتحارب والايد التانية اللي معاها اللي بتساعدها انها تحارب انتو عاملين مبادرة ان انتو تتبرعوا كبنات بشعوركو علشان خاطر محاربات مرض السرطان جات لكم الفكرة ازاي والبنات يعني اتعاملت مع الموضوع ازاي والله في البداية احب اعرف نفسي انا نهال محسن وضيفة جوية ونائب رئيس لجنة المرأة في النقابة العامة في ضيفة جوية المصرية والحقيقة يعني المبادرة دي يعني افترحها احنا محتمين بها جدا يمكن النقيب اسامة عبدالباسط في النقابة العامة ضيفة جوية بلغني بها مبارح فعشان كده يعني كان فيه ناس كتير متحمسة اصلي بس للأسف كان عامل الوقت ضيئ بالنسبان ان احنا يعني يجي معي اكبر عدد ممكن بس احنا بدون ان احنا ندعم اي نشاط اجتماعي خاص بالمرأة ما عندناش اي مشكلة ان احنا نتبرع كدعم نفسي دعم معناوي بالنسبة طبعا لمريض السرطان او اي مريض في الدنيا اهم حاجة بالنسبة له دعم النفسي يمكن يعني اوكيا نعرف ان العامل المادي مهم كمحاربة السرطان من ناحية المادية كتكلفة علاج بس ده برضو مش اهم حاجة الدعم النفسي لمريض السرطان وغير مريض السرطان وده اللي عايز ااكد عليه مهم جدا فيمكن المادرة دي حاولنا ان احنا نبتزي بيها وبحاول انا اشجع الناس عليها ان احنا حاجة يعني بالقول للمريض بيها السرطان ان الشعر مش مهم بش اشتركوا في القناة احسن مش اكلا فيمكن دي المبادرجات من هنا وياريت يعني انا فعلا بشجع الناس ان هي تقف جنب كل مرضى لان فعلا الدعم النفسي مهم جدا 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 طب مهة انا مش اول مرة استضيف يعني محاربين انت كنت حريصة انك تقوليلي محاربين مرض السرطان وانا بالنسبة لي التعبير عجبني جدا وحشيل من قموس كلمة مريض السرطان بس انا مش اول مرة يعني انا كنت قبل كده عملت طرير عن اشتركوا في القناة 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 وحقنة ورجيتة وأدوات اللي بياخدها معاه في الشنطة لا يعني على فكرة الابتسامة هتفرق في علاج المريض الطفل نفسه ما تتعاملش معنا انت بتدينه مادة كيموية في جسمه هي دي اللي حتشفيه لا ابتسامة تعامل الصحي مع المريض بشكل عام سواء طفل أو كبير ده حيفرق في نفسيته وأبحاث علمية وأكيد أنت أدرب حاجة زي كده مننا كأطباء إن فيه بتبقى توصيات وأرقام وأبحاث بتؤكد إن الابتسامة بتساعد قد إيه على علاج مريض حتى لو أخطر الأمراض أو أهون الأمراض الدعم النفسي الدعم النفسي فالنفسي بيفري يعني حتى كنا نسمع في الأفلام زمان لما ناقي حد من دقيق نقوله خدوا وديه البحر مثلا ولا وديه في مكان طبيعة هيفري في نفسيته الحاجات دي على فكرة كانت صحة أنا عايزة أقولك على حاجة مثلا أنا في رحلة علاجي لما شعري وقع كنت زلبطة يعني فيت شعرية في راسي يعني والله هقولك على حاجة أنا كنت أقولك على قصة الشعر أنا مثلا عندي ممتي وخلاتي قطول يعني عمرهم شعرهم ألا جرسون يعني عمرهم وشعر القصير اللي هو عارف اللي هو الرجالي اللي هو فامل ألا جرسون فيعني القصة اللي هو يعني البنت والشعر لا لا أقوم بس مرحش بسي يعني شنجي بقولك الدعم النفسي أنا يوميها كان شعري واقع كله مفيش ولا شعرية في شعري فكنت وقفة ساعتها قدامي وليها ببوص على نفسي وش شاحب غامق اسود زي الأمر فأنا كان جوزي جنبي فبقوله أحمد أنا حس أني شكلي بقى وحش أنت عندك أطفال؟ آه عندي تعاول زوج عادي أعدادية وسط بسم الله من شاء الله ما عندك صغنانة نو كبيرة بسم أتحك عليكم طب قولي الزوج بقى كانت تعملوا إيه؟ عايز أقولك الجوز إيه دي فساعتها أنا وقفة في المريه بقوله أنا حس أني شكلي بقى وحش قوي فساعتها بصلي وقالي مين اللي قالك كده أنا شايفك أجمل وحدة في الدنيا أنا عارفة أن هو في اللحظة دي كان كداب بس أعايز أقولك أن الكلمة دي لحد النهار ده هي اللي وقفتني على رجل هي اللي خليتني أقدر أكمل حياتي بعد كده الدعم النفسي أهم من العلاج ممكن ده قدي علاج وليه قلت عليه كداب؟ عشان أنا شايفة نفسك أنت شايفة نفسك هو شايفك حلوة يعني هو شايفه من جوع يعني هو أكيد ما كانش كداب هو أكيد برضو شايفك حلوة فيعني بالعكس يعني أصلي الجمال مش جمال مظهري هو شايفي من جوعي لكن ما ننكرش أن في اللحظات دي الواحد فعلاً لا أكيد كان شايفة جميلة برضو يعني أن الكسة الدعم النفسي بتتكلمي عنها دي لأنها مهمة جداً في حالات أنا قابلتها اطلقت سعين في المياه سببها وكانت يعني دي كان من أسباب فشل العلاج أنه جوزها سابعة لشان هي عندها مرض أو عندها المرض سرطان للأسد كمان في ناس فاكرة أنه معضي يعني في رجالة أو ناس فاكرة أن المرض سرطان ده لسه التوعية الحد وعندنا التوعية ضعيفة جداً إحنا عشان كده عندنا في الجماعة قولي الأزواق طيب يعني الجوزك مثال إيجابي يعني إحنا فخورين به بأمانة يعني تحية لجوز مها اللي وقف في ظهرها وقالها أنت جميلة وأنا متأكدة أنك شايفها جميلة على فكرة أنت ما كنتش بتكذب وأنا يعني رضيت وقلت لها أكيد هو ما كانش يعني بيكذب عليكي لكن إحنا تحية لكل راجل بيقف جنب مراته في المواقف اللي زي دي لأن العكس بيحصل لما الست بتلاقي أن جوزها بيقع في مشكلة وبيحصل له حاجة هي دي طبيعة سجينات الست المصري اللي دايما اللي هو يعني إحنا دايما حافظين تقف دهر راجل تقف دهر راجلها وقلتها بعد السرطان كان بفضل رضبنا وجوزي لولا وقفته جنبي أنا مكنتش عملت أي حاجة بالحاجة طب ده أثر على ولادك؟ لا عملتي يعني الولاد كانوا فاهمين ولا كنتوا حاجبين بصي وقتها كان ابني صغير ريسي صغير ومش فاهم أي حاجة أنا فاكرة موقف ساعتها حصل كنت نايمة كنت دايما بحاول أن أنا مبانش قدام جوزي براسي ما فيها الشعار يعني شعي زي شفني شكلي مش لطيف فكنت دايما أنام لما ينزل الشغل وطول الليل صحية خايفة أن الإشار بيقع من على راسي بيشوفني ففي يوم هو نزل الشغل فنمت بقى نوم عميق صحيت على صوت ابني هو بيجري بيندع الأخوه بيقول له يا مازل مازل تعالى إلحق مامي ما فيها الشعار فأنا سمعت الكلمة بس قمت رغبت بسرعة الشعار راسي بس محاولتش أسأله ولا أتكلم معي واحدة واحدة هم بدأوا يفهموا بس هم مش حاسين بأن الموضوع كبير لأن هم شايفين أموهم قوية أنا بتعامل عادي جدا كسرة كل التابوهات أو كل القيود للدكتور قال هالي أنت ممنوع 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 هم مش شايفين ده فمش حاسين أن في حاجة جريبة في البيت مش حاسين أن في محارب سرطان في البيت شايفين موما طبعي صراحا كنت عايزة أقول لما أنا طبعا نموذج هاي لو عايزة أقول لأي مريض خليك قوي حتى لو اللي حاوليك مش بيديك أي دعم بس أنت من جواك أقوى من أي حاجة أنت بإرادتك هتحسس كل حواليك تخيل لي مديني الإرادة دلوقتي؟ إن هي هي أماها هي لديتني الإرادة؟ تخيالي يعني سامة قويتك وإرادتك على مدينة أنا كنت عابل للتسجيل العمالة ولا ماشو الله يعني مدينة أحسن سامة قويتك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة